بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصفة الثالث الصناعي المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات تخصص الحاسبات أهلا وسهلا بكم في برنامجه ومفضل في بيتنا مدرسة معكم إن شاء الله حاتم محمد محمد معلم خبير في وزارة تربية التعليم إن شاء الله هنكمل مع بعض برنامج الجافة زي ما خدنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة نفتكر مع بعض إحنا قلنا في الأول خالص برنامج الجافة هو برنامج بقوم به بالعملات الحسابية والمنطقية وليه معاملات وليه متغيرات وإنا عندي متغير عددي ومتغير حرفي ومتغير رقمي ومتغير صحيح ومتغير حقيقي وكملنا بعد كده بعض القواعد في برنامج الجافة زي قاعدة F وقاعدة switch وقاعدة F else وقاعدة F else وف else F وبعدين خدنا قاعدة اللوب اللي هو الضوران زي فور وهويل ودوه ويل وبعدين كملنا في الآخر خالص ببعض القواعد وخلصنا البرنامج الجافة كهيئة عامة كشكل عام للبرنامج ودخلنا في حالة جديدة اسمها الدوال الشيئية نبدأ مع بعض بس بإذن الله في برنامج الجافة وإن ده الشكل العام لبرنامج الجافة أي برنامج جافة هيكون فيه الشكل ده فما دخلنا في الدوال الشيئية بدأ الموضوع يتغير معي شوي نفتكر بس الشكل العام بتاعنا وإن أنا عندي خمس سطور سابتين في أي برنامج عام للجافة إيه هما؟ استطر رقم واحد import java x swing g option bane وده عشان أستدعي المكتبة الكبيرة بتاعة برنامج الجافة يبقى import java x swing g option bane وده ما شاء الله خدناها كتير أول عشان نفتكر مع بعض الشكل العام للبرنامج الجافة يبقى قلنا دي الايه؟ المكتبة الكبيرة لبرنامج الجافة بقى كده السطر الثاني public class bbb وقلنا ده مين؟ ده اسم البرنامج واحد يقول لي أنا عاوز سميه bbb واحد يسميه m m m واحد يقول لي أنا عاوز سميها منها واحد يقول لي عاوز سميه اسماعيل واحد يقول لي عاوز سميه زياد انت حر في اسم البرنامج احنا قلنا ممكن تكتب اي اسم يعجبك لكن يفضل لو اسم البرنامج معروف زي الجامع او الطرحة او الضرب يفضل ان اكتب اسم البرنامج بالانجلش رقم ثلاثة ده الكوز بتاع مين؟ بتاع اسم البرنامج بتاع public class اربعة public static void main strange artist قلنا دي ده الرئيسية بتاعة البرنامج في ال public class او في اسم البرنامج لازم افتح بعضها كوز بتاع مين؟ ايوه بتاع اسم البرنامج في ال public static void main في الدلة الرئيسية برضو لازم افتح بعضها كوز بتاع مين؟ بتاع الدلة الرئيسية يبقى اول خمس سطور دول سابتين ما بتغيروش ثلاثة فتحت كوز افلتوا بمين؟ ايوه بالكوز رقم ثمانية خمسة فتحت كوز افلتوا بالكوز رقم كام؟ رقم سبعة طبعا سبعة ثمانية هيتغيروا حسب كمية البرنامج اللي عندي اه فيها كم سطر السطر رقم ستة ده البرنامج بقى يطلع في سطر يطلع في اتنين يطلع في عشرة زي ما يطلع انا كنت مدي هنا مثال صغير بس عشان نفهم شكل البرنامج العام ايه؟ كنت اقعي رقم ستة يجي اوبشن بين شو مازج ديالوج نال وقلنا دي معناها ايه؟ طلع الخارج في مربع حواري وكلمة نال يعني الخارج يبقى فيين؟ في نص المربع الحواري وبعدين كتبنا كلمة هلو ايجيبت طبعا ديالخارج يطلع هلو ايجيبت فين؟ في نص المربع الحواري وقلنا سبعة افدنا القوز بتاع رقم خمسة وتمانية افدنا القوز بتاع رقم ثلاثة ده كان الشكل العاملي مين؟ لبرنامج الجافة نكمل مع بعض بقى الدوال الشيئية او البرامج الشيئية خدنا جزء منها المرة اللي فاتت وقلنا برامج الشيئية بتعتمد على حاجتين مهمين جدا الكلاص اللي هي الفئة والأوبجيكت اللي هو الكائن واخدنا شوية حاجات مع بعض قلنا القلاص او الفئة بتاعتنا عبارة عن مجموعة برامج مكونات لها صفات معينة بحطها فين؟ في فئة معينة او في قلاص معين كل فئة من دول فئة مجموعة أوبجيكت او فئة مجموعة كائنات لهم نفس الصفة واخدنا منها مثال على المرة اللي فاتت واخدنا قلنا اي برامج للدوال الشيئية بيكون فيها برنامج رئيسي وبرنامج فرعي البرنامج الرئيسي اللي خدنا من شوية اللي هو الـ J-Option Bain J-O-Matic Dialog او الـ J-A-F-A-X ده البرنامج الرئيسي البرنامج الفرعي اللي هو يكون برنامج عندي وبرنامج عندي واحد تاني وبرنامج عندي واحد تالت وها كذا يبقى عندي كذا برنامج باسمهم برامج فرعي والاخر بوصلهم كلهم ببرامج رئيسي واحد الله ما انا خدت برامج الشيئية ليه؟ نفتكر مع بعض ايه في واحد جواب صحة كده قلنا اخدنا برامج الشيئية ليه؟ عشان اقدر بضرار واحد بتك Una على مفتاح واحد اقول لحسيب لي البرنامج اللي عند رقم 20 بضرار واحد او بتك واحدة حسيب لي البرنامج اللي عند رقم 50 يبقى عندي واحد همم 50 برنامج وانا عاش احسيب اللي عند رقم 50 احسيب اللي عند 20 بضرار واحد بس اضع تركم 20 نيجيل بالناتج بتاعه بصدر واحد بس عما راقم تلقم تتين نجد بالنتج بتاعه مش هزي معهم بقى كل برنامج كامل لكل واحد فيهم لا برنامج فرعية لكل واحد وبرنامج رئيسي واحد بين أمهم كلهم ديت البرامج الشئي ناخد منها نوع تاني النهاردة اسمه الدوال الساكنة الدوال الساكنة الدوال الساكنة دي هي دوال لا تحتاج إلى مين؟ إلى كائن يعني مش عاوز أبجيكت أستدعها بي لا ويمكن استدعاؤها بدون كائن يبقى الدوال الساكنة دي عبرنا عن ايه؟ عبرنا عن دوال ما بتحتاجش لإيه؟ إلى أبجيكت إلى كائن عشان نستدعيها لكن ممكن نستدعيها من غير كائن ده الشكل العام لمين؟ للدوال الساكنة نبص مع بعض كده أنا كاتب public class A public class ذا لإيه؟ أيوه دي مين؟ كلاس اليمين؟ ليه الفئة الفئة العامة لإيه؟ public static void مين بقى هنا؟ مثود مين مثود؟ أيوه اللي هي الدل الساكنة يبقى ناخد بقى نبقى الشكل العام بتاعنا هو بقى الدولة الساكنة يبقى public static void method دي الدولة الساكنة سمينها ايه? method A. ممكن نعمل الدولة الساكنة تانية ايوة ممكن. ناخد بالنا كده فتحنا قوس public static void method الاي رقم واحد. فتحت القوس بتاع البرنامج بتاعها. نكتب البرنامج بعدين نقفله. الله. طب انا عندي دولة الساكنة تانية. نكتبها. سطر باين خالص اهو. بقول public static void. public void method B. الله. كده عندي B. وعندي فوق ايه? ايه. بعندي كده اتنين دولة الساكنة. ممكن. ممكن تلاتة. ممكن اربعة. بدا الشكل العام. لدي دولة الساكنة. نشوف موابالة تاني. public class ايه? وقلنا ده اسم البرنامج. نغير زي ما احنا عايزين نغير. الايه دي ممكن نسميه. قلنا نغير زي ما احنا عايزين. نسمي محمد. نسمي علي. نسمي نسمي امل. نسمي امان. نسمي جمال. تحور. برضو برد كرر تاني. يفضل لو انا هكتب برنامج. انا حافظه زي الجمع. اكتب صم. الطرح هكتب صم. يفضل اكتب اسم برنامج. يفضل. احسن ما اكتب الاسامي. ويفضل مش عارف الاسم. باش اكتب اسمي او اسم اياه حد تاني. يفضل اكتب حروف. يبقى الدلة الساكنة. public static void method. دلت عليها بكلمة ايه? بكلمة method. method ايه? يبقى عندي دلة ساكنة اسمها ايه? افتح قوس الدلة. هنكتب البرنامج ونقفل قوس الدلة. عند دلة تانية اسمها بي? ماشي. نفيش مشكلة خالص. public void method بي. دلة تانية ساكنة اسمها بي. فتحت قوس الدلة تانية. خذبت البرنامج. افلت القوس بتاع الدلة. خلصت. افل القوس بتاع مين? بتاع public class. نشوف برنامج كده على الدول الساكنة ونشوف. تمين بيقول لي ايه? ناخد بالنا من المكتوب باللحمر كويس اول. اكتب برنامج باللغة الجافة. يقوم بحساب جمع اعدادين. عشرين زائد عشرة عن طريق مين? الدول الساكنة اللي هي. اهو جاب اسمها واضحة وصريحة. اسمها صم. عشان عارف ان الجامع اسمه ايه? اسمه صم. الله. واحد يقول لي تم ما انا جالي برامج قبل كده زمان كنت بجمع فيها برضو عشرين زائد عشرة. بجمع فيها عشرة زائد ثلاثة. بجمع فيها ثلاثة زائد خمسة. بجمع فيها اربعة زائد ستة زائد طمانتاشر. والله. الفرق. هنا هو اكد علي. وطلب مني ان استخدم مين? الدول الساكنة. يعني لو حصل. وجالي في الامتحان بيقول لي اكتب برنامج بلغة الجافة يقوم بحساب جمع عددين عشين وعشرة. ومقالش حاجة تاني اكتب برنامج زي ما انت عايز. اي برنامج زغير يعمل عمية جامع اعمله. ولا تكتب لي بقى برنامج دوار الشرقية ولا برنامج دوار على الفرق. اذا حدد يبقى اعمل زي ما هو حدد بالظبط. هنا هو محدد. بقول لي اعمل برنامج للجامع لعددين عشرين زائد عشر باستخدام مين? الدوار الساكنة. وكمان ادها اسم اللي امين اللي هي صام. نشوف بقى البرنامج همشي زي معنا. ادي اول سطر في البرنامج. ده مين? المكتبة الشاملة العامة بتاعت برنامج الجافة. رقم واحد. import java x swing j option bin? اتنين سطر رقم اتنين. لمين? انا كتب رتاية. واحد اكتب لي normal. واحد اكتب لي اي واحد اكتب لي بي. انا واحد اكتب لي واحد اكتب لي عايز اكتب مون اعز اكتب زياد عايز اكتب عالي وعايز اكتب امل انت حر عز اكتب يامال انت حر اسم برنامج انا انت حر فيه. بس افضل بقى افضل بلاش كتابة الاسم. بابلي كلاس بقى كده اسم البرنامج. انا دي الصغل عامة بتاعتنا بتاعت الجافة. اربعة public static void main strange largest وده مين دي المكتبة دي الدالة الرئيسية بتاعت مرامج الجافة. خمسة كوز بتاع مين بتاع static void main. يبقى اول خمس طول دول سابتين. زي ما قلنا بكده ده الدالة الرئيسية او الشكل الرئيسي لبرنامج الجافة. نبقى في مين بقى? في الدالة الساكن. ناخد بان بقى رقم ستة بتقول لي ايه? جي اوبشن بين شو ميسج ديالوج هنكتب اهو مربح حوارف ومتصف لي مين? لصم لعملية الجامعة. هنا كتبنا اسم البرنامج واضحة هو اللي هو مين? اللي هو صم عشرين وعشرة. عشرين وعشرة. يبقى انا اسمه ايه? صم ناخد بانا الدالة الساكنة هنا اسمها صم عشان نستعدها بعد كده. سبعة قفلت القوس الاولاني بتاع ال public training. نبدأ مع بعض. تمانية بقى. ده برنامج مين بقى اهو? بتاع مين? بتاع الصم اهو. بتاع مين? بتاع الدالة الساكنة. public static. static معناها ايه? دالة الساكنة. انت لمين للصم? للصم اليمين اسم الدالة الساكنة. وصم معناها جمع. صم انت اكس انا عرفت المدخلات ايه? اكس وهي انت يعني رقم صحيح بدون علامة عشرية. وانت واي عرفت الواي انها الداخل التاني وهو رقم صحيح بدون علامة عشرية. بعدين فتحت القوس بتاع مين? ايوا بتاع الدالة الساكنة اللي هو بتاع الصم. بمين? بساطة رقم تسعة. طب انا عملت عمية الجامعة. عاوز اجيب الرقمين بتوعي. خلصتهم. ابدأ بساطة رقم عشر. اقول له ايه? return ال مين? اكس زائد واي. يعني اجمع مين? اكس و واي. الله. طب انا عرفت مين اكس و واي انهم عشر و عشرين. ما انا كاتب. كتبت فوق. في السطر اللي قابل نفتخل بالنا كده مصطفحة اللي قابلها هي. كنت كاتب ايه في السطر رقم ستة? جي اوب شن بين. شو ماسج دايلوج. نال لمين? للصم. يعني سميت الدالة صم. واضحة و صريحة ايه. فيها كام? فيها عشر و عشرين. فيها عشر و عشرين. اللي هو البرنامج. مش فهم يعني ايه صم? انا كده كده اقوله صم عبارة عن ايه بعد كده? يبقى ويخبان اهو. الدالة. الساكنة بتاعتنا هنا اسمها ايه? صم. ادخلت ارقام بتاعته. لهم عشر و عشرين. في الدالة لما جيت عملتها بقى كتبت. كتبت ايه? return x to y. اللي هو مين? اللي عملية الجمع بتاعت صم. يبقى الصد رقم 8 دي بتاعت الدالة الساكن. public static int sum. انت المين? انا عرفت صم. انها int. يعني رقم صحيح. يعني ناتج الجمع يبقى رقم صحيح بدون علامة عشرية. للمتغيرين بتوعي. لما انت x و انت y. x رقم صحيح بدون علامة عشرية. و y رقم صحيح بدون علامة عشرية. وبعدين تسعة. فتح الكوز بتاع البرنامج بتاع الدالة الساكن. عشرة. return x to y. يعني هاتل قيمة ال x. وهاتل قيمة ال y. عشان تجمعهم مع بعض. و يديني الناتج. حداشر. قفلت الكوز بتاع القبل كده. لو بتعصدت رقم. خمسة. وبعدين. اتناشر. قفلت الكوز بتاع ال public static. ده. البرنامج كامل بقى. انا جبت لها الجزء الاول. الدالة الرأسية بتاعتنا لوحدها. وسميتها صم. وبعدين جبت لك الدالة الساكنة رأحدها بكملة. عشان اقول لك الدالة دي تكتب ازاي و تكتب ازاي. هنا جامعت لك البرنامج بقى. نشوف البرنامج كله كامل ازاي. ده اللي تكتبه في الانتحان. يعني ازجالي في الانتحان نكتب برنامج. اللي جامع الرقمين عشرين زياد عشر باستخدام دالة الساكنة مش هكتب زي ما انا قطعت انا بطع عشان اوضح لك الصورة لكن هكتب برنامج كامل بقى نقول برنامج كامل بقى قدامنا هون واحد دي المكتبة العامة بتاعت برنامج جافا امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين الصبت رقم اتنين بابلي كلاس لطاي وده اسم البرنامج وقلت انا برضو حر في اسم البرنامج انا بقرر مرة واثنين وثلاثة عشان طلبها في اسم برنامج ما تدخش الله اول مصر لما كان بيشرح لنا قال نكتب الاسم ده ايه ريطاي نكتبه ايه نكتبه بيه انا مش فاكة لو كتابت حاجة تبغرط قلت لك لا اكتب اللي انت عايز تكتبه حكتبنا بكده باسم حسن كتبنا بكده باسم علي كتبنا بكده اسم رحيم كتبنا بكده اسم مونة كتبنا باسم علي كتب اسم امل اكتب اللي انت عايز تكتبه بس انا بقول يفضل لو انا مش عارف اكتب يعني ممكن سلطة ما بتنينك اتنين ده اكتب public class ايه خلاص انا سميت البرنامج ايه انا حر اسمه زي ما انت عايز سمه ثلاثة افتح القوز بتاع اسم البرنامج اربعة الدلة الرئيسية بتاعتنا public static void main strange artist اللي هي الدلة الرئيسية عشان ترجعلي البرنامج الناتج بدون باقي خمسة بافتح القوز بتاع مين ايوا بتاع الدلة الرئيسية ستة ده الخرج بتاع الدلة الساكنة عشان اعرف الدلة الساكنة اسمها ايه انا اخرج مين فهنا بخرج الدلة الساكنة واضحة وصريحة باللون الاحمر اسمها صم يبقى ستة جي اوب شنبيل شو ميسج ديالوج نال مربع حواري في المنتصف لمين للصم عشرة وعشرين تب مين هي صم الدلة الساكنة تب بتعمل ايه هنعرف من الصدر رقم كام رقم تماني هي بقى سبعة انا قفلت الايه الاول البابلك الفويد مين نرجع تمانية بقى ده بمين الدلة الساكنة ايه بابدو اشرحها بقى بابلك استاتيك انتصام انت اكس وانت واي بابلك استاتيك ده مين ايوا الدلة الساكنة اسمها ايه اسمها صم وعرفتها ايه انتصام وعرفتها ان الدلة صم الدلة الساكنة دلة صحيحة يعني اطلع الناتج بدون علامة عشرية طب دخلها اسمه ايه دخلها لها دخل اسمه اكس وعرفته انت اكس ولها دخل اسم واي وعرفته انت واي يبقى سام جنبها القوس مقفول ومفتوح جواه مين ايوا المتغيرات بتاعتي ما اعتعرفه اذا ما كنتش عرفتمه قبل كده بعد كده تسعة بفتح القوس بتاع public static int sum يعني بفتح القوس بتاع مين بتاع الدلة الساكنة ليه عشان اقوله الدلة الساكنة سام بتبتعمل ايه بتعمل جمع فكتلو عشرة لترن اكس زائد واي مش ما يعني اكس واي عشان اقلت في الصم انت اكس وانت واي الله يعني لو جيت قلت في الصم دي انت ايه وانت بي هاجي في سطر اقام عشرة لترن هقول اكس واي لا طبعا انا عرفت الصم مين انت ايه وانت بي يبقى اجي في الرترن دي هكتب الرترن ايه زائد بي 11 قفلت القوس بتاع رقم 3 و12 قفلت القوس بتاع رقم 5 حيلا تبلغنا برنامج ده هو هو كده بس انا مش عامل صم نعمل برنامج طرح اللي هو صب ايه لا يتغير معي اوصل لبه شطرة تركز معي كده انا عامل برنامج ايه برنامج طرح نبدأ مع بعض رقم واحد امبورت جافا اكس اسوين جي جي اوبشن بين للبابل الكلاس اسم البرنامج الساميه زي ما انت عايز الساميه زي ما انتفق ثلاثة سطر او فتح القوس بتاع مين بتاع اسم البرنامج اربعة اللي هو الدالة الرئيسية بتاع البرنامج الجاف خمسة فتح القوس بتاع الدالة الرئيسية ستة نفكز مع بعض بقى افصلكم ستة عشان تدوت بداية استدعاء الدالة الساكن ستة انا اعمل برنامج انف تيكر برنامج طرح برنامج صب ستة جي اوبشن بين شو ميسج ديالوج نال لمين ايوة للصب سب اللي هو عملية طرح واحد يقول لي اسمه واحد يقول لي ضرب انت حر انت حر بقى في انت عايز اكتبه انا هنا اعمل برنامج طرح فاقول سب وبين الكسين هكتب عشرين وعشرة تب ليه مقولتش عشر وعشرين وانا هطرح الزغير نقص الكبير ده طبيعة بطرح الكبير نقص الايه الزغير دائما بيطرح الزغير من الكبير فهنا لازم اكتب سم عشرين وعشرة عشان عشرين ده الرقم الاولاني حلو كده انا استدعيت الدالة الساكنة اللي اسمها صب طب اعرف مين انها طرح ولا جامل ما اضرب ولا اسمها نبدأ في السطر بتاعنا رقم تماني سبعا انا قفلت جيوبشن بتاعتنا دلوقتي هبدأ في السطر رقم تمانية هبدأ الدالة بتاعتنا الدالة الساكنة هقول public static دالة ساكنة هي بعرفها انها انت واكتب مين بدل سم هكتب صب اللي عملية طرح صح كده يبقى انت صب واعرف المتغرب بتاعت واحد مش عاز يكتب اكس وواي واحد عاز يكتب اي و بي انت حور اكتب صب انت ايه وانت بي ايه في القسين بتوع الصب بتوع عملية الطرح بتوع الدالة الساكنة اللي اسمها صب 9 افتح القوس بتاع الدالة الساكن نيجي هنا بقى عشرة وتسطر مهم جدا في عملية الجامع بقول ريترن اكس زائد وي هنا بعملية الطرح وانا المتغربات اللي عندي اي و بي مش اكس وواي هقول ريترن ايه ناقص بي صح كده برافو عليكم. في طلبة شطار شغالين معي كواس قوي. يبقى اي ناقص بي. بعدين نقفل صد رقم 11 ونقفل قصة على رقم 12. نفس البرنامج لو قلنا عمليه الضرب اللي هتغير معي مين? في صد الرقم عشرة. ايكس في واي. او ايكس على واي. او ايكس على باقي الاسم على واي. انا حر بقى خلاص. يبقى برنامج ده انا عملته بصم. ممكن يجي تاني بتعمل معاملية الطرح اللي هي عملية ثب. ممكن يجي تاني بعملية ديفيجن وعملية اسمه. ممكن يیجي عملية concern اللي هي عملية الدر. اول ده اللي عندنا اللى هي الدلل ايه? الساكنة. فيه كلمة مهمة قوي قوي قوي. بص يا كلمة صغر قوي. ايه كلمة doit ايه كلمة ضجسي. هي كلمة ضجسي دة عاياتي يعني ما اي اسمها هازة في الانجليز. ايه المشكلة ايه? كلمة تشير الى الكلاص نفسه. كلمة تشير الى الكلاز نفسه الله الكلاز احنا قلنا بكده ان الكلاز ده انا بعمل منه برنامج بمتغيرين ولا يكون X و Y واما جي اعمل الدلة بتاعة الكلاز الرأسية بخلي X و Y دي A و P يعني بكتب كم متغير للرقم الواحد رقمين الرقم الواحد بياخد Pattern رقمين او متغيرين مرة في class ومرة في البرنامج العام لأ كلمة ذي بتقولي ايه انت هتاخد متغير ايه هتخليه هو هو ايه في كل البرنامج هتاخد متغير بيه هتخليه هو هو في كل البرنامج الله كلمة زيس هتعمل كده اه هتعمل كده هنشوف مع بعضها هتعمل كده ازاي يبقى كلمة زيس هي كلمة تشير الى الكلاص نفسه اللي الفئة نفسها يعني هنعوز اه بص بقى تمين بتاعنا بيقول ليه بقى عشن نفهم الكلمة كلها بتقول ايه تمين ده بيوضح ايه بيوضح كلمة زيس انها بتحل المشكلة بتاعة اسماء المتغيرات المتشابه توضيح كلمة زيس لحلول مشكلة اسماء المتغيرات المتشابه يعني ما اقدرش احط في برنامج كبير حتى لو فيه برنامج فرعي ايه في البرنامج الفرعي ويه في البرنامج الرئيس هيطلق بيه في البرنامج الفرعي بيه في البرنامج الرئيس هيطلق الله تبعا عايز اعمل كده واناك لازم اعمل في برنامج الفرعي او بي وبجنب برنامج الرئيس اكتب واي وزد واحد تاني برنامج فرعي يكتب C و D وانا في برنامج رئيس اكتب Y و Z لازم اغير يعني عشرين برنامج فرعي يبقى عندي عشرين في اتنين باربعين متغير واجه اكتب كمان في الفرع اتنين يبقى اتنين واربعين متغير تابوا ليه؟ انا عايز العشرين هكتب X و Y وعاوز كمان في برنامج الرئيس اكتب X و Y ماللي يعمل لي كده؟ اللي يعمل كده كلمة زيست نبص ازاي تعمل زيست الكلام ده نبصوا رجالة ابناء وابنائتي نبص مع بعض كده رصدت رقم واحد import java X swing J option بين ايه ده مين ده؟ ايوه صح صح فيه طلبة ما شاء الله بدأنا ان شاء الله كويس قوي طلبة شطرة بتقول ده نكتبها العامة بتاع برنامج الجافة صح كده واحد import java X swing J option بين اتنين public class NN اهو انا ريحت الماء خالص وكتبت اسم برنامج اسمه NNN انا حر قلنا برضو بقول لأكد تاني اكتب اسم البرنامج زي ما انت عايز عايز تكتبه اسم اكتب عايز تكتبه حروف اكتب انت حر ثلاثة بفتح القوز بتاع مين؟ بتاع اسم البرنامج اربعة static strange name نخط بالنا اربعة بقت مين؟ اربعة static strange name static دلة دلة ايه؟ دلة مين؟ ايو دلة ساكنة string name string ايه دا؟ string ايه دا؟ حد فاكر string 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 اوه انا خدت انت وخدت float ايوه اخدت string string بحطها ايه؟ لتعريف المتغيرات الحرفية برافو عليكم صح كده؟ يبقى كلمة string string name معناه ان انا عندي متغير اسمه نيم وهو متغير حرفي يبقى انا كده عندي اول تعريف مدخل متغير اسمه نيم معرفته ان string يعني كتب ما بين اعلمتين تنصيص يبقى اربعة static دلة ساكنة اعرفت ان هنا عندي دلة هي بقى دلة لمين؟ للنيم النيم النيم اللي هو الاسم والاسم بانه اسم يعني متغير حرفي لازم اكتب قبليه كلمة لازم اعرفه بكلمة string خمسة static int id انا هدخل متغير id ماله صحيح والله حقيقي لا صحيح عشان كده عرفته انه int يبقى انا كده عندي لحد دلوقتي المتغيرين هدخنه اربعة متغير حرفي اسمه نيم وعرفته بالسرينج خمسة متغير صحيح اسمه id وعرفته انه int ستة static int mark متغير تاني صحيح اسمه mark وعرفته برضه انه صحيح بالداخل int يبقى انا هنا عرفت الثلاث متغيرات ايه هما النيم وقلت انها string لانه متغير حرفي يعني هتحط ما بين علامتين تنصيص ال id وعرفته انه int ليه عشان انه متغير صحيح هيتحطم بدون علامة عشرية طبيعي منظمنا عارفين ال id اللي بيكتب فيه زي شفرة لأي واحد فينا ما بتغيرش بعدين المارك الاعلامة وبرضه انا عايز المارك هنا الرقم بمننا عاوزها رقم ورقم مفوش علامة عشرية فعرفته برضه انه ايه انه int يبقى ناخد بالي هنا طب مين قال لي دالة دالة ساكنة او من قال لي دالة مين قالنا دالة كلمة ايه استاتيك يبقى ناخد بالنا اوي 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 في ستة رقم اربعة وستة رقم خمسة واتنها رقم ستة ان انا عرفت اربعة استاتيك استاتيك اولا دالة هي دالة عشان اها بواضحة وصريحة دالة للمتغير اسمه نيم وده السنينجا متغير حرفي خمسة استاتيك دالة تانية للمتغير تاني اسمه اي دي وده متغير صحيح يعني ما فهوش علامة عشرية ستة متغير تالت اسم مارك وده برضو متغير صحيح مفهوش علامة عشرية وعرفته بالامر ايه انتي بقى انا كده عارف انه عملت برنامج في ايه في دالة لمين للنيم والاي دي والمارك نكمل البرنامج سبعة بابلك مين ان ان مين ان ان ايه ده مين اللي جاب ان ان ايه ايه ونفتكر برافو صح كده ان ان دي مين اهي نصدت رقم اتنين في البابلك كلاس ان 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 ده اسم البرنامج او حد بقى يكتب لي اسم البرنامج ان 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 ويجي جوه يغير اسم برنامج طبعا مش افها من الكلام ده انا بستدعي الدل لفئة القلاص بداعتك انت نسميها ايه ان 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 عشان دي الفئة الدل دي اللي فئة لستدق بتاعتنا يبقى بابلك ن ان 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 اسم الدل اللي انت كتبتها وبعرف بها التلات مداخل اللي انا قلتهم من شوية لما المتغير ارحار في الاسم اسم نيم والانت اي دي المتغير الصحيح الاسم اي تي الاسم اي دي والانت مارك هل متغير الصحيح الاسمه مارك يبقى كده public NNN الاسم البرنامج السلينج نيم والإنت ID والإنت مارك بفتح الكوز بتاع مين أيوة بتاع الدلة أو اسم برنامج NNN اللي أبدأ فيه بقى أستخدم كلمة زيس المفروض أنا هنا لأف برنامج دلة شرقية عادية خالص كنت باجي أغير اسم البرنامج اسم الـ ID واسم النام واسم المارك أقول مثلا Z بتسوي نيم X بالسوي دي Y بتسوي مارك هنا مش هقول كده هنا مش هقول كده لأ ده أنا هستميهم هم هم بس هكتب قبلهم كلمة زيس نبص سطر رقم تسعة زيس عامت حاجة جميلة جدا زيس نقطة نيم بتسوي نيم يعني اسم النام ده هو هو نيم بتاع الدلة الفرعي ناخد بلنا هو هنا كده كلمة زيس دقيتلي سبتتلي الجملة سبتتلي الكلام أن نيم هو هو اسم المتغير الاسمه نيم مش هتغالفة بالنامج خالص سطر رقم عشر زيس ID بتسوي ID يعني برضو الـ ID المتغير الصحيح مش هيتغير في البرنامج برضو هي باسمه ID زيس نقطة مارك بتسوي مارك برضو المتغير الصحيح اللي اسمه مارك مش هيتغير وبردو اسمه ايه؟ اسمه مارك كده أنا عرفت أن أنا عندي متغير ID وعنده متغير مارك وعنده متغير نيم فضل لي ايه بقى؟ أن أنا أدخل مين هو الـ ID؟ رقمه كام؟ مين هو المارك؟ رقمه كام؟ مين هو الـ name؟ الاسم ده ايه؟ سطر رقم اتناشر قفلت مين؟ الـ public name اللي هي الدلة اللي استخدمتي فيها كلمة زيس نكمل تلاتاشر بابلك استاتيك فويد مين؟ السرينج آرسيس اللي هي الدلة الرئيسية اللي هيرجع لناتج البرنامج بدون باق صح كده أربعة عشر فتح القوز بتاع مين؟ بتاع بابلك استاتيك فويد مين؟ ناخد بقى النابقى هنا هبدأ أدخل مداخل بتاعتي بقى خمس عشر نيم بتساوي إيجيبت أيوة قلنا في أول البرنامج أن نيم ده متغير حرفي سميته نيم أدام متغير حرفي لازم يكتب ما بين على متين تنصيص أنا أكتب جواهم إيه؟ كواهم كلمة إيجيبت سطر 16 بعرف الـ ID اللي هو المتغير الصحيح إن أنا مسميه كام؟ أيوة إنه ID بتساوي مية 17 بقول إن المتغير الصحيح اللي اسمه مارك بيساوي ميتين ناخد بالنا هنا أنا ما غيرتش الناب وما غيرتش الـ ID وما غيرتش المارك الله لأنا في الحلقة السابقة على طول غيرت في البداية كتبت X و Y وأنا بكتب X بكام و Y بكتام؟ لا غيرتهم قلت X بتساوي إيه؟ قلت L تيه بتساوي عشرين غيرت Y بتساوي B قلت B بتساوي 30 هنا أنا ما غيرتش مين اللي قال لي ما تغيرش؟ مين اللي خلني ما غيرش؟ زيس يبقى زيس هنا جميلة جداً بتخليني أعمل دالة بدون ما غير اسم المتغيرات اللي فيها 18 جي أوبشن بين شو ميسج ديالوج نال نيم اكتب الاسم اللي انتخدت ولي هو من كلمة مين؟ كلمة إيجيبت 19 جي أوبشن بين شو ميسج ديالوج نال لمين؟ للـ ID اكتب الرقم بتاع الـ ID اللي هو كما عندنا؟ اللي هو مية سطر عشرين جي أوبشن بين شو ميسج ديالوج نال مارك اكتب الرقم بتاع مارك اللي هو كام؟ اللي هو ميتين يعني ما يطلع للخرج يطلع للسطر الأولاني كلمة إيجيبت السطر الثاني الرقم أو العدد ميتين آسف مية السطر الثالث العدد ميتين واحد وعشرين قفلت القوز بتاعه خالص اثنين وعشرين قفلت القوز بتاعه رقم واحد يبنقول برنامج كله كده مرة واحدة بص برنامج بقى ما شاء الله برنامج اثنين وعشرين سطر عشان استخدمت كلمة زيس أنا بقول تاني هو انت حرف الانتحاء هو قال لك اعمل بزيس اعمل بزيس قال لك اعمل بداية الساكنة اعمل بداية الساكنة ما قالكش انت تختار اعمل اسهل برنامج بالنسبة لك عشان الدنيا ما اضعش منك والوقتي مروحش منك ونعمل برنامج سهل انت خسرا ايه؟ كده كده تاخد ضرق كاملة انا ما حدد لكش انما حدد لك لازم اعمل اللي حدده نبص برنامج مع بعض وكله كامل مع بعض واحد import java x swing j option b ودي الدلة الرئيسية بتاعة برنامج java اثنين public class nnn وانا ده مين؟ ده اسم البرنامج وانت حر في اسم البرنامج بقرر وبقول مرة واثنين وثلاثة واربعة اسم البرنامج انت حر فيه عاوز تكتبه nnn انت حر عاوز تكتبه mn انت حر عاوز تكتب اسم ايه تحر اكتب اسم محمد اكتب اسم علي اكتب اسم نور اسم مونة اسم جمال اسم انت حر في الاسام لكن انا بقى افضل كتابة حوف ثلاثة بفتح الكوز بتعمين بتاع public class nnn اربعة اربعة static اهلا ايه ده static ده ايه static دي انا خدتها بلي كده اهيوان اول ما اقول كلمة static اعرف ان ايه ايوان انا بتكلم على ده انا بعرف انا باخد دلة ساكنة هو وبعرف الدلة دي ان فيها متغير اسم مونة وهو متغير حرفي عرفت بمونا حرفي ان انا بقى احملتها بلي كلمة string يعني متغير حرفي يعني هيكتب ما بين على امتين تنصيص السطر خمسة static into id وده معناه ايه ان انا اعمل دلة فيها متغير تاني داخل تاني بالنسبة لي اسم و اي دي وده متغير صحيح int id متغير صحيح يعني متغير بدون علامة عشرية ستة static int mark وده متغير تالت اسمه mark وبرضه عرفته ان int يعني هيبقى الرقم صحيح بدون علامة عشرية كده خلصت الدلة الساكنة اللي انا عرفت مؤتخلاتها ايه اللي هو ال name وال id والmark سبعة ابدأ اشتغل عبدالله الساكنة بقى عشان اكتب كلمة زيس بتاعتي عشان ما اغيرش فيها المتخلات اللي انا كتبتها فوق اللي هو ال name وال id والmark سبعة بقول public nnn قاتي عامل برنامج اللي انت سمته nnn اللي كتكتبه class رقم 2 كتكتبه فئة nnn فانا بستدعي الفئة دي public nnn فيها ايه nnn دي فيها تلات متغيرات الكوز بتاعنا هو string name وده متغير حرفي اسمه name وفيها int id وده متغير صحيح اسمه id وفيها int mark وده متغير صحيح اسمه mark ده فين في الدلة بتاعتنا في اسم الدلة اللي اسمه nnn او الدلة اسمها nnn بفتح كوز الدلة تسعة بقول ان انت هي انت اسم هي mark اي دي هي و اي دي name هي name مين هي يقول لي كده ايه ولا يقول لي كده مين كلمة زس عشكلا قلنا كلمة زس كلمة مهمة جدا سطرقم تسعة زس نقطة name بتساوي مين بتساوي name يعني name مش يتغير في اي برنامج في اي برنامج رئيسي بقى فرع في المرنامج ده مش يتغير مين اللي قال كده كلمة زس عشرة زس اي دي هو الاي دي زس نقطة اي دي بتساوي اي دي يعني الاي دي هي هي اي دي مش يتغير السطرق 11 زس نقطة mark بتساوي mark يعني المارك المتغير مارك مش يتغير في البرنامج هو هو باسمه ايه اسمه mark مش يتغيره 12 قفلت في القوز بتاع مين بتاع المكتبة بتاعت الدالة ان 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 نبدأ في مين بقى ايوا نيجي بقى في الدالة الرئاسية بتاعتنا في المين برنامج الرئيسي سطرقم 13 public static void main strange arts الدالة الرئاسية بفتح كوس الدالة الرئاسية سطرقم 14 بعرف مين بقى ايوا المتخلات اللي ما عرفتها فوق اللي هي النيم والاي دي والمارك كل واحدة منهم بقى بتساوي كام 15 نيم بتساوي ايجيبت ولازم احطها ما بين علامتين تنصيص الجزء ده مهم جدا في الامتحان يعني مهم جدا يعني ما جيش اكتب 15 نيم بيساوي ايجيبت وما حطهاش بين علامتين تنصيص هتبقى المسألة غلط لان ان انت معرف نيم من الاول ان يهيه سرينج ان يهيه متغير حرفي ومتفيه في بداية شغلنا خالص ادام متغير حرفي ادام في كلمة سرينج لازم احط المتغير الحرف ما بين علامتين تنصيص مش علامة واحدة هم علامتين جنب بعض واتحطوا في الصوم اي كلام انا عايز اكتبه 16 اي دي بتساوي 100 دخلت اي دي بمية انا حر 17 دخلت الماركب بيتين هو حر في البرنامج 11 بقى ابدأ اطلع الخارج بتاعه بقى اللي هو الايجيبت والمية والمتين 18 جي اوبشن بين شو مسيج ديالوج نال لمين للنيم السطر ده وعاوز مين عاوز النام يعني اكتب ليه في الخارج في نص السطر او في نص مطبع الحواري اكتب كلمة ايجيب صح كده 19 جي اوبشن بين شو مسيج ديالوج نال اي دي هكتب لي مين اي دي لا هيكتب مين اي دي اللي هو كام كان عندنا اللي هو مية يبقى السطر ده ثم ربع حواري يكتب كام مية 20 جي اوبشن بين شو مسيج ديالوج نال لمين للمارك مين هيكتب مين مارك ايوة اوه ناخد بالنها هيكتب مين بقى ايوة هيكتب قيمة المارك اللي هي كام عندنا اللي عنده 200 يبقى انا هطلع طول الصور تحت بعض السطر الاولاني هيكتب كلمة ايجيب السطر التانية لما كتب في العدد 100 السطر التانية لما كتب في العدد 200 بعدين افلنا القصين بتوع الدالة الرئاسية ودالة الفويت طب ده برنامج انا خدت فيه كلمة الس وهم ايه رأيكم هنسمي سأقول ده متغير حرب وAM هنسميه متغير الصحيح وB هنسميه متغير صحيح الوضع في برنامج ناخد بقى سطر كام واحد انبورت جافا ايكس اسوين جيجي اوبشن بين وهلا حاجة خالص نفس الكلام هو مشهد غاية سطر رقم اتنين بابل الكلاص ام 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 اس 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 ام تحور في اسم البرنامج تلاية هفتح القوص بتاع مين بتاع اسم البرنامج بتاع بابل الكلاص اربع انا هستخدم زيس يبقى ازم اكتب كده هوا هتبقى هعرف المتغرب بتاعتي انا قلت مين زد وايه وبي يبقى استاتيك استرينج زد صح كده برافو عليكم صح كده استاتيك استرينج زد يعني سد متغير حرفي وعرفته بنسترينج خمسة استاتيك انت ايه لانا قلت متغير تاني اسم ايه انا هور ستة استاتيك انت بي وانا قلت هدخل متغير تاني صحيح اسم بي بانا عملت كده متغير متغير جداد واحد اسمه زد استرينج يعني متغير حرفي واحد اسم ايه متغير صحيح واحد اسم بيه متغير صحيح سبعة بستدعي اسم برنامج اللي هو مين؟ public NNNSS اسم برنامج عشان أقول أن المتغيرات اللي جواها إيه؟ اللي جواها السرينج Z وإنت A وإنت B يعني ثلاث متغيرات وواحد اسمه Z ده حرفي واحد اسمه A صحيح وواحد اسمه B صحيح بعد نفتح كوز بتاع استدعاء البرنامج هكتب المتغيرات بنفس الاسم هنكتب المتغيرات بنفس الاسم باستخدام مين؟ أيوة باستخدام كلمة زس تسعة يبقى زس زد بتساوي زد صح كده في طلبة صحية معي ما شاء الله تسعة زد زز زد بتساوي زد عشرة زس A بتساوي A حداشر زس B بتساوي B وأنا غيرت البرنامج هون بدل نيم و اي دي و مارك عملت زد و اي و بي اتنشر قفلت قوز بتاع اسم البرنامج والدلة اللي أنا استدعتها عشان أتساقب فيها كلمة زس تلات عشر دي المكتبة دلدلة بتاعت الرئيسي بابلك استاتيك فويد مين استرينج أرجيس قصة 14 اللي هو بتاع دلل الرئيسي هنا هبدأ ادخل مدخلات 15 الزد بتساوي وليكن بيبو الناس أنا حر وليكن هلو أنا حر مفيش مشكلة خالص يبقى نيم مسلا نكتب هلو يبقى زد بتساوي هلو بين عالمتين تنصيص لازم حط عالمتين تنصيص جواه كلمة هلو 16 هنكتب ايه مثلا بتساوي 5 17 نكتب مثلا بيه بتساوي 10 يبقى نكتب هلو وكتب 5 وكتب 10 نطلعهم كخرج سطر 18 10 جي اوبشن بين شو مسيج ديالوج نال لمين ايوة للزد اللي هي مين بقى اليمين ايوة اللي هي هلو 19 جي اوبشن بين شو مسيج ديالوج نال للإيه اللي هي قيمتها كام 5 20 جي اوبشن بين سوماتش ديالوج نال لمين للبي اللي هي قيمتها عشرة 21 و22 بقى في الاقواس المفتوحة الخارج التعادي هايبقى ايه هيبقى اول سطر في نص مربع الحوار هيكتب لي هلو السطر التاني هيكتب لي خمسة السطر التالي هيكتب لي عشر كده عرفنا نستخدم كلمة يبقى احنا خدنا في الاول خالص الدلة الساكنة ازا يعمل الدلة ساكنة وخدناها بكلمة وقلنا بكتب اسم الدلة ولا يكون صم او صب او ديفيجن او ملتبول اكثر عشان نمسعيها بس اقعب نفس الاسم بعدين خدنا ازاي مغيرش المتغير باستخدام كلمة زيز زي منامج اللي شفناه نشوف بقى كلمة التغليف التغليف او الكابسلة اه اسمها ايه انكابسولياشن التغليف او الكابسلة انكابسولياشن وهي عبارة عن ايه بقى دي قلناها قبل كده ما كيتعرف دول الشرقية ده من اهم صفات الدلة الشرقية التغليف التغليف يعني ايه يعني كل كلاس لصفات معينة بقفل عليه الكلس ده لكن كلاس بي لصفات واحد اين طهات اربعة كلاس c لصفات 1 2 3 4 5 كل كلاس من دول بقافل عليه بغلفه بعمله عمية كابسالة عشان محدش يغير من صفاته فهنشوف برنامج بيعمل الكلام ده يبقى كلمة تغليف او انكابسوليشن انا بعمل ايه بغير الكائن الكلاس اللي فيه كائن بنفس الصفات هي بص بناخ بنا كده بقى وهي اخفاء البيانات داخل الكائن بحيث يتم الوصول الى بعضها بصلاحيات معينة فقط الله ايه الصلاحيات دي ايه الصلاحات دي بقى الصلاحات دي احقيت الوصول لهذه المعلومات من خلال مين الكائن ايوة كده قلنا التغليف ان انا بحط كائن جوا كلاس بصفات معينة بحدش يقدر يفتحها غير الكائن ده نسميه كلاس 1 يعني اللي فيه رقم 1 للكائن رقم object 2 يبقى اوش 2 لصفات معينة ما اقدرش افتحها غير مرحل مين لوجه اتنين object 1 في كلاس تقم 3 ما اقدرش افتحها غير مرحل مين لوجه اوش تقم واحد مش اي حد يقدر يفتح يبقى هو التغليف هو الانكابسوليشن هو اخفاء البيانات داخل الكائن بحيث يتم الوصول الى بعضها بصلاحيات معينة ايه هي الصلاحيات دي الصلاحيات دي تعني احقية الوصول لهذه المعلومات من خلال مين من خلال الكائن نشوف تمامين بقى بيقول كده بقول لي اعمل ايه عاوزين عملية تغليف لبرنامج رئيسي يكون في ملف منفصل باسم القلاس القلاس بي عندنا القلاس بتاعت اسمها ايه اسمها اختبار الموظفين اسمها ايه يعني اختبار للموظفين شوف البرنامج يكتب ازاي مع بعض واحد عشان برنامج ده كبير شوي بس لازم ان شاء الله بإذن الله نفهم مع بعض واحد امبورد جافا اكس سوينج جي اوبشن بي يعني بس تدعي الدلة الرئيسية المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج جافا اتنين ببلي كلاس ايوا هو قال لي ناخد بنا انه هو قال في البرنامج سميه ايه باستخدام كلاس والكلاس اسمه ايه امبلوية تست يعني انا لازم اكتبه امبلوية تست هو حدد المرة يبا حدد اذا ما حدد اكتبه الي هو حدده ناخد بنا كبير سطرر şu اثنين وبر Pakistan ببلي كلاس وكتبت اسم البرنامج الى هو قال امبلوية تست ثلاثة بفتح الكوز بتاعمين بتاع امبوليو وكلاس بتاع امبوليو تست اللي هو اسم البرنامج اربعة مين reconoc triangle اللي هو مين اللي هي الدل الرؤسي خمسة بفتح قوس بتاع مين بتاع الدل الرؤسي ناخد بالنا بقى امبوليو اللي هو الموظفين ماي امبوليو بتساوي نيو امبوليو يعني ايه بقى يعني انا هاكتب اسم ده الكلاس ده عشان نخليه وابشيك ولي صفة معينة السميه ايه نيو امبولوية يعنى ناخد بالنا الامبولوية دي انا اسميها في اجليه حاش visually اقفل عليها عشان عملها ميت كابسالة اسميه نيو امبوليه يعني مكتبه جديد برضو من اسم نفس الاسم امبوليه موظفيه سبعة ناخد بالنا بقى هو ماي امبوليه تست اللي هو مين ده اسم البرنامج هو نيم امبوليه نيم ايه اسمه ايه ايجيبت ناخد بالنا هو بقى ناخد بالنا كواس قوي ماي امبوليه ست نيم ماي امبوليه ست نيم ناخد بالنا ست نيم يعني ايه انا بديله اسمه بديله اسم امبوليه نيم اسمه ايه ايجيبت جي اوبشن بين شو مسجد ديالوك نال امبوليه جيت نيم استدعيل الاسم بقى ايوه سطر سبعة سطر تمانية مهمين جدا هشرحهم كويس قوي عشان نفضل سطر ستة ده بداية Harmoniumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumium اسم البرنامج اللي انت قلت عليه له اسمه ايجيبت كويس اول كده طبعا تسعة وعشرة القسين بتوء تلاتة وخمسة يبا ناخد بالنا عشان اضع اسم للبرنامج بتاعنا احنا غير اسم بتاعي بتاع القلاص دوت بحط كلمة ست نيم هتضع اسم وهنا سميناه ايجيبت وعشان استدعي بكتب كلمة ايه جت نيم يعني استدعي الاسم اللي انت قلتو ده نكمل سطر بص هنا بقى البرنامج الفرع بتاعنا هو بقى باستخدمه في حاجة تانية خلص لوحده بص اكتب انا ايه سنين البرنامج الفرعي يكون في ملف منفصل باسم الكلاس وهو ابلو ايه نكمل 11 امبورد جافا اكس اسوين جي اوبشن بين 12 قبل الكلاس ليمين ابلو ايه هوا عشان نسميها قبل كده نيو ابلو ايه صحة كده 13 بفتح القوس بتاع ال بابلو اربعتاشر ناخد بالنا برايفت برايفت يعني ايه ده حالة خاصة يعني حاجة خاصة بتاعتي انا للاسم بتاعي انا خباني الاسم كنت مسميه ايه ايوه ايجبت يبقى هنا برايفت لحاجة ايه خاصة عشان كلا سمينا ايه في الاصل بتاعنا ايوه تغليف انا بغلفه هنا في حاجة خاصة بالنسباتي خمستاشر باب اللي وست نيم ايقس الرنج اللي ايه اللي انا انا احط اسم جديد حط اسم لدلة بتاعتي. حط اسم للأوبجيكت التاعي. ستنيم سترينج اكس. هعرفه انه اكس وانه متغير حرفي في كلمة سترينج جوا. 16 رفضت لكوس بتاع مين? بتاع الفويد ستنيم. 17 هعرف لنا بتساوي اكس. عارف لنام انها بتساوي اكس. 18 هفضت لكوس بتاع مين? بتاع السيت نيم اللي هو بتاع الدلة اللي انا حطت لها اسم. الله. طبق انا رحطت لها اسم. او زي السادعي انا فتكر بس ادي بكلمة ايه بتالي كلمة جيت صح برافة عليك كده 19 public string get name get name يعني السادعي الدلة بقى اللي انت سمتها فوق قبل كده 20 بفتح الكوز بتاع get name 21 نترني name ارجع تاني الاسم بتاعك حين كنتم سمينه ايجيبت 22 و 23 بقفل الاقواز بتاعتك نغرب برنامج كامل عشان نعرفه نقوله تاني برنامج بسرعة import java x ده المكتبة العامة بتاعت الجافة 2 public class employee test وده اسم البرنامج اللي هو قال عليه 3 بفتح الكوز بتاع اسم البرنامج 4 الدلر رأسية بتاعتنا 5 بفتح الكوز بتاع الدلر رأسية 6 بعرف my employee ان هو حاجة جديدة هسميه جديد باسم employee فقلت employee my employee بيساوي new employee يعني انا سميه بعد كده باسم employee فقط my employee set name عشان اكتب اسم البرنامج بقوله set name set معناها انت هتعمل اسم هو الاسم بتاعنا ايه employee name زائد ايه زائد دي معناها واه هيكتب كلمة ايجيبت يبقى انا اسم employee name واكتب جنبي كلمة ايجيبت يعني اسميه ايجيبت اوه عشان استدعيه بكتب كلمة جت سطر رقم تمانية جي اوبشان بين شو ماسج دا يولد نال ماي ايه بجيت جيت نيم استدعيه الاسم بتاعك بقى انت بسميه فوق ايه ايجيبت صح كده 9 و 10 بقى في القصير بطوعة 3 و 5 بعدين بعمل برنامج بقى منفصل خلص اسمه employee سطر رقم 11 مبورد جافة اكس جي اوبشان بين اتناشر بابل قلاس ايجي بس ايجيبت عشان اجيت في السطر رقم ستة قلت خلاص انا اسميه اسم جديد اسمه employee اللي هو السطر ستة employee ماء employee بيسانيو employee فخلاص اسمته employee بس 13 بأفتح اوز بتاع ال Schlagging بارنامج اللي اسمه employee اللي الموظفين يعني. اربعتاشر قلنا ده بعملية تغليف كابسلة فلازم يكون في حاجة خاصة. يعني عندي اسمها برايفت. برايفت نيم خمستاشر بابليك نيم يعني باستاد اسم برنامج ست وبعدين ستاشر بافتح الكوس بتاع الست سبعتاشر هكتب النيم بتاع تلال اكس. طمانتاشر باقفل الكوس. بعد كده تسعتاشر باستاد ايها جيت هاتبقى الاسم بتاعك لوالايجيب. عشرين باقفل الكوس الجيت. واحد وعشرين تنين نيم الجديد. تتة وعشرين واثنين وعشرين باقفل الكوسيين اللي قبل كده. يبقى النهاردة ان شاء الله احنا خدنا ايه? خدنا نكملنا على الدوال الشرقية. خدنا الدوال الساكنة. وعرفنا زي بعمل الدوال الساكنة اللي هي. وبعدين خدنا كلمة زيس وانا كلمة زيس كلمة مهمة جدا علشان انا ما ابدأ ما اغيرش اسم المتغير بتاعي. تخليه اكس هو اكس. واي هو واي. زد هو زد. بس يازم اعرفه. يقول مثلا زد السرينج واي انت اكس اللي هي فلوت. انا حر. انا حر فيها كويس قوي. ده فين? ايه في كلمة زيس. بقى كده اخدنا التغليف او الكابسلة. وان التغليف او الكابسلة ديت. مبارا ان انا بحط برنامج كلاس او الابجكت في حاجة خاصة بنسميها برايفيت. عشان اما استدعيها في الابجكت دي. يبقى خصائص معينة. محدش يقدر يغير فيها خالص. عشان عملية كابسلة او عملية تغليف. ده ان شاء الله اللي خدناها النهاردة. كان مننا به الدوال الشيئي. وبكده اني كنت هنا من درس النهاردة. اتمنى ان يكون درس النهاردة نفعكم وستنفاتكم كويس جدا. اشكركم جزيلا. وكان معكم حاتم محمد محمد. معلم خبير بوزارة التربية والتعليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.